كشفت المفاوضة الأوروبية للطاقة أن دول الاتحاد وضعت خطة لخفض استهلاك الغاز خلال الشتاء استعداداً لسيناريو قطع إمدادات الغاز الروسي نعلم أن قطع إمدادات الغاز الروسي يمكن أن يحدث في أي لحظة ولهذا اتفقنا على خطة لتنصيق جهودنا في حالة ساءت الأمور وضعنا خطة لخفض استهلاك الغاز استعداداً للأسوأ وعلى الجميع أن يشارك في هذا المجهود من المتوقع أن يحدث قطع الغاز الروسي عجزاً بـ 45 مليار متر مكعب تأثير قطع الغاز الروسي على اقتصاداتنا ومواطنين سيكون أقل في حال قمنا بتوفير الغاز الآن ترجمة نانسي قنقر